ولأن المراكب السياسية داخل البيت السياسي الشعي ذاهب باتجاه تعم السوداني فإن التأييد بات واضحا داخل قوى البيت الكردي التي لم تسجل تحفظا على مرشح الإطار التنسيقي حيث صدرت مواقف مؤيدة من البارتي واليكيتي والتغيير والجماعة الإسلامية ليبقى قرار الفصل الأخير بتصويت البرلمان على رئاستي الجمهورية والوزراء ويختلف المراقبون في الإجراءات وتوقيتات سواء المتعلق منها بتسمية الكتلة الأكبر وصلاحية الترشيح للحكومة أو نوع التوافق الذي سيصدر من البيت الكردي بخصوص المرشح لرئاسة الجمهورية عبر توافق بين بارزاني وطالباني أو من خلال تغسوية برلمان الأقريم على المرشح والذهاب إلى بغداد بصوت واحد وفي السياق لا يزال المعلن من مواقف بين قيادات الحزبين الكرديين تشير إلى عدم الاتفاق على مرشح واحد لقصر السلام في بغداد لكن المراقبين لطبيعة الأجواء السياسية يستبعدون ذهاب البارتي إلى الثلثة المعطل أو الوقوف في صف المعارضة لأن الواقع الجديد لا يحتمل المزيد من تصعيده وهو معبر عنه النائب عن البارتي محمى خليل بقوله أن الديمقراطي لا يقف بالضد من إرادة الإطاريين